اهلا بكم الى موجز اخبار الان دعا الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتيريش اليوم الى عالم خالم من الاسلحة النووية محضرا من مخاطر اندلاع حرب مع كوريا الشمالية كما اكد جوتيريش انه لا يوجد اي مبرر للارهاب كما يجب العمل على وقفه وحرمانه من التمويل بدوره قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان بلاده مستعدة لتدمير كوريا الشمالية اذا اضطرت الى ذلك في سبيل الدفاع عن النفس وفيما يتعلق بايران قال ترامب انه قد ان الاوان للعالم باسره لمطالبة طهران ان تتوقف عن دعم الارهاب وان تحترم سيادة الدول المجاورة جددت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في سوريا اتهام لنظام بشار الاسد باستخدام اسلحة محرمة دوليا في عدة حالات ضد المدنيين وذلك في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية وطلبت لجنة التحقيق حول سوريا التابعة لمجلس حقوق الانسان الاممي عدة مرات من مجلس الامن الدولي لحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية شنت الطائرات الروسية والسورية عددا من الضربات الجوية على قرى وبلدات ريف ادلب الجنوبي خلفت عددا من الجرحة في صفوف المدنيين وادى القصف الكثيف لخروج مشفى الرحمة في خان شيخون عن الخدمة فضلا عن دمار كبير حل بالمباني السكنية والبنى التحتية دخلت القوات العراقية والعشائر المساندة لها ثلاثاء ناحية الريحانة شرق مدينة عنا غرب محافظة الانبار بعد هروب عناصر تنظيم داعش وأوضح العقيد وليد الدليمي الضابط في الجيش العراقي في تصريح صحفي أن قطعات الجيش وشرطة الانبار ومسلحي العشائر وبإسناد من طيران التحالف الدولي تمكنت من الدخول لناحية الريحانة شرق مدينة عنا أطلقت خدمة التراثل الفوري واتس أب في النسخة التجربية الأخيرة من التطبيق على نظام التشغيل أندرويد ميزة جديدة طال انتظارها تسمح للمستخدمين بإدارة المساحة التخزينية التي يشغلها التطبيق من ذاكرة الجهاز وفي الوقت الذي أصبح فيه تطبيق واتس أب تطبيق التراثل الرئيسي لمعظم الناس حول العالم وكثرة تبادل الوسائط المتعددة بما في ذلك الصور والصور المتحركة ومقاطع الفيديو فضلا عن الرسائل الصوتية يؤدي إهمال التطبيق لفترة من الزمن لتراكم البيانات التي يشغلها التطبيق والتي قد تتجاوز الجيجا بايت يصدف برشلونة لثاء نظره إيبار على ملعب كامت نوفي الجولة الخامسة للدور الإسباني لكرة القدم ويدخل برشلونة المباراة متصدرا الليجة برصيد 12 نقطة بالفوز في أربع مباريات لكنه يعاني من غياب أحد أبرز نجومه وأوراقه الرابحة عثمان ديمبلي إلى اللقاء نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سوبسكرايب وإن عجبكم ذلك لا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك